واحدة من مميزات نتانيوهو الواضحة أنه تواق لأن تدخل المنطقة في حرب حتى تخترت الأوراق وبالتالي ربما قد يحصل حل شامل لماذا أنا قلت لك أستاذ سعدون نتانيوهو يمر بحرج شديد يعني عشرة أشهر لم يستطع أن يسيطر على رقعة جغرافية بمساحة غزة وحتى عندما أباد الشعب الفلسطيني ودمر البنى التحتية الآن من داخل ركام البنى التحتية ثمت مجاهدون يقومون بعمليات كماء يعني نوعية أذهلت العدو وأربكته هذا نقطة مهمة بمعنى أن القدرات العسكرية لحماس ولسرائل القدس لا زالت في عافيتها الآن بدأت المرحلة الثانية الدخول داخل تل أبيب للقيام بعمليات استشهادية